تتلقى الوكالة الوطنية للتشغيل سنوياً ما يزيد عن مليون طلب عمل وفيما يتم توظيف نسبة كبيرة من الشباب البطال تسجل المفارقة إذ أحصت الوكالة الوطنية للتشغيل هذه السنة رفض ما يزيد عن عشرة آلاف بطال عروض العمل المقدمة إليهم على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل إحصائيتنا تقول بأن فيه حوالي عشرة آلاف وتنمية وتسعين طالب عمل رفضوا التوجيه إلى عروض عمل بمختلف الأسباب الأغلبية تتراوح ما بين 25 إلى 29 سنة وكذلك الشريحة الثانية ما بين 30 إلى 35 سنة وهي تقدر حوالي من 50% من العشرة آلاف وتنمية وتسعين طالب عمل لرفضوا عروض العمل اختلاف نسب الرفض بين الظكور والإناث ورغم تباين الفارق مجموعة من الأسباب والعوائق عل أبرزها تتعلق بالأجر وجهة العمل كانت مربط الفرص سبب الأول رفض طالبي العمل توجه إلى القطاع الخاص إلى القطاع الخاص وهذا يمثل نسبة 40% يليه السبب الثاني وهو أنه الأجرى الراتب الراتب يكون سبب من أسباب عزوف طالبي العمل على تولي عروض العمل المعروضة بالنسبة إليهم البعد طالب العمل عن مقر العمل لنعرضوه وبالتالي يرفضوا مدى بهم طالبي العمل يعملوا في المحيط الأقرب لمقر سكناه تمثل نسبة البطالة في الجزائر 11.1% رغم ارتفاع حجم اليد العاملة في 2018 حسب آخر أرقام الدوان الوطني للإحصائيات ومع ذلك أسباب عديدة تظل حاجزا بين طالبي العمل ومناصب شغلين شرع الأجانب في استغلالها